السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي كان من يوم الخميس خلال اليومين الثلاثة اللي فاتوا بيكلم عن طفل اسمه الطفل الريان بس هو الطفل الريان المصري في الحقيقة والطفل الريان المصري ما وقعش في حفرة في منطقة نائية لا وكان راح في حتة أهله متصورين إنها الحتة الأمان دي الفجيعة بقى إنك تبقى منتصور إنك بتودي الطفل اللي عنده سنة واحدة في حضانة على ما تروح الشغل وكام أب وأم بيعملوا الحكاية دي كل يوم على ما تروح شغلك وترجع على ما تقضي مشوارك وترجع في اسكندرية بيودوا الحضانة في منطقة السيوف راحوا ودونوا درسة الصبح لكن ما أخدهوش في آخر النهار ما أخدهوش ليه؟ لأنه الولد كان جاله نوبة عياط الولد عنده سنة أبسط المعلومات العامة عند أي حد بيتعامل مع طفل عنده سنة يعني هو الغاية دلوقتي في فئة الرضيع عموما لغاية السنتين مثلا الطفل ممكن من كتر العياط يتخنق وما يبقاش عارف يتنفس ويفقد حياته الولد كان بيعيط حطوله التتينة أو السكاتة زي ما بنسميها واحدة من المشرفات حطتها لكن ربطتها حوالين رقابته علشان ما توعش ليه بالحبل ده حبل يظهر أنه الولد كان بيعيط جامد وهي حوالين رقابته لف الحبل حوالين رقابة البيبي وتسبب في كسر بالحنجرة احنا عارفين أنه النيابة خدت إجراءات بالفعل واللي أنا عارفه برضو أنه تم إغلاق المكان بس احنا عايزين نفهم إيه اللي حصل بالزبط احنا عارفين كمان أنه تم عبس أربعة لغاية دلوقتي من المتهمين في الحضانة دي نعم أنا على التليفون الأستاذ عبد الرحمن أحمد هو أخيل ريان الله يرحمه ممكن توطي التلفزيون إذا تفضلت على أستاذ عبد الرحمن والبقاء لله يا أستاذ عبد الرحمن سمعني ماشي فضل آآ سمع إيه اللي حصل يا أستاذ عبد الرحمن البقاء لله أنا قلت لك إيه اللي حصل حياتك الباك هو حضرتك وكان من وقت اليوم والدي التفكت وديت حضانة في الصبح وقت التلفزيون يا أستاذ عبد الرحمن وكلمني على التليفون على طول تفضل هيا أخت حضرتك مؤديها لحضانة الصبح سمع أيوة أنا سمعك بعد مؤديته لمسابين أصلا كده كده بيسيبوا الأطول في الحضانة كده في قوضة لوحدهم فالوالعي فالدادة دخلت عشان تدله السكاتة آآ سمع فالدادة دخلت لحضانة الصحيات على بقه وربطيتها بالشيطة هو بيروح الحضانة دي بقى لوحد دي يعني انتو تعملت للعيلة لسه تاني يوم ده كان تاني يوم يروح الحضانة دي آآ تمام وأول يوم قعد فيها دي أول يوم اللي هو كان من الأربع آآ قعد فيها بيقعد في الحضانة دي كم ساعة يعني وقتها دي من الصبح لحد الساعة أربعة نعم من الصبح لحد الساعة أربعة من الصبح لحد الساعة أربعة هو والده و والدته بيشتغلوا إيه والده في شركة أدوية و والدته في صيدالة نيل اللي اتنين في المجال الصيدالة يعني طب قللي آآ قللي انتو هم عرفوا الحضانة دي منين هو عشان آآ عشان برضه آآ بالتفت كات هناك فيها آآ بش احنا سمعنا انه الحضانة دي مش مترخصة أساسا آآ بش مترخصة فعلا لا بش مترخصة فعلا عند اخوات لا لسا أول طفل ده أول عيالهم يا عيني آآ لا إلا الله حالة الأم عاملة إيه دلوقتي عاملة إيه إزاي يعني آآ باس مش عادرين خالص طبعا يعني لسا تعملين هي النيابة آآ آآ أبدت على أربعة وحبست أربعة مكاني آآ أبدت عليهم على زمة التحقيق آآ والحضانة تقفلت ولا إيه آآ تقفلت بقى لله ربنا يربط على قلب أمه وأبوه أستاذ عبد الرحمن وحنشوف بالتأكيد أنه المكان يعني أكيد النيابة هتتعامل مع المكان ده بشكل سريع ورادع إن شاء الله شكرا جزيلا على وجودك معنا ومرة تانية دعوتنا للأم وللأب إن شاء الله